ما زالت حركة الشاحنات الإغاثية إلى غزة تدفق يوما بعد يوم حيث انخفضت وطيرة تعبور الشاحنات الإغاثية إلى غزة بشكل كبير هذا الأسبوع ورغم تنسيقي مع الجانب الإسرائيلي بخصوص عدد الشاحنات وحمولتها إلى أن سياسة الاحتلال تمارس تعنوطا ضد المجتمع الدولي ومنظماته الإغاثية فيما يقدم للفلسطينيين من مساعدات إنسانية المزيد مع الزميل باسم أبو العنين من هناك تحياتي إليكم من مدينة العريش حيث نرصد حركة الشاحنات العابرة بالمواد الغذائية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر الأسبوع المنقضي وحتى يومنا هذا وكانت هذه الشاحنات خلال الأسبوع المنقضي كانت تواجه عقبات كثيرة فرغم أنه يتم التنسيق والاتفاق مع الجانب الإسرائيلي بخصوص عدد ما يمر من خلال معبر كرم أبو سالم إلا أن الجانب الإسرائيلي يفاجئنا بتعنت مرة أخرى برفضه لعدد من الشحنات الغذائية ويعيدها رغم أن هذه الشحنات أساسا لا جدوى من إعادتها مرة أخرى ولا يوجد مبر لإعادتها قرورات مياه نظيفة أدوية أشولة دقيق للخبز أشياء لا يمكن أن ترفض ولكن هم يرفضونها باعتبار أن هذه تدخل ضمن سياسة التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني إذ إن الإسرائيليين لا يأبهون بحياة الإنسان الفلسطيني أصلاً والجميع لديهم مستهدف بالسلاح ومستهدف بالتجويع ومستهدف بكل أنواع الاستهداف المحتملة وكانت هذه حصيلة أسبوع لينضم إلى أسابيع ماضية قلت فيها بشدة حركة مرور الشاحنات واستقبالها والعبرة ليست أصلاً فيما يمر من شاحنات ولكن العبرة فيما يتم استقباله وقبوله من الجانب الإسرائيلي من شاحنات وإمراره إلى الجانب الفلسطيني بسم أبو العنين تلفزيون المصري مدينة العريش